في إطار اهتمام مملكة البحرين بالطلبة من دوء الاحتياجات الخاصة تولي وزارة التربية والتعليم بهذه الفئة اهتماما كبيرا من خلال العمل على دمجهم في البيئة التعليمية وتوفير كل المقاومات لذلك بما فيها البعثات الدراسية للمتفوقين منهم التقرير التالي يصلت الضوء على بعض هذه الجهود توافد إلى مركز خدمات المراجعين بوزارة التربية والتعليم عدد من خرجية المرحلة الثانوية من ذو الاحتياجات الخاصة لاستكمال إجراءات التثبيت البعثات والمنح التي حصلوا عليها لمتابعة دراستهم الجامعية حيث التقاهم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم واطمأن على سير إجراءات التثبيت واستمع إلى ملاحظاتهم بهذا الشأن منظور وزارة التربية والتعليم في ذلك نابع من نصوص الدستور بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات دون تمييز كانت هناك فرصة أيضاً أن ألتقي بأبناء الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تشرفنا بوجودهم وهم يتقدمون لتسجيل رقباتهم في الاتحاق بالمرحلة الجامعية والاستفادة من البعثات التي تقدمها الوزارة بفضل الدعم والمساندة من قيادتنا التي تحرص على إدخال الفرحة في كل بيت فاليوم في هذا الجو الذي يدعو إلى التفائل أيضاً أريد أن أرسل تهاني إلى أولياء الأمور الكرام الذين بذلوا جهداً كبيراً حتى يتمكن أبناؤهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من إكمال تعليمهم واليوم ولله الحمد ترتسم الإبتسامة على وجوه الجميع وهم يتقدمون للالتحاق بالمرحلة الجامعية وهذا يؤكد بأن مملكة البحرين لا تدخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه سعادة ورفعة أبناءها وعليه تضمن الوزارة توفير الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم القابلين للتعلم من متلازمة دون التوحد الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والإعاقة الذهنية البسيطة بدمجهم في المدارس الحكومية في الصفوف العادية وقد كان لنجاح هذه التجربة مردود إيجابي كبير في تعليمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي حاصلت بعثة لجامعات البحرين ونشكر جهود الوزارة أنها وفرت للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة العناية مشكورين على الجهود قدموا لنا كل المساعدات الحمد لله الحاليا جاهزنا لدراسة الجامعة مشكورين جلالة الملك ووزارة التربية والتعليم وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة بالإضافة إلى توفير التسهيلات التي تساعد كل فئة من ذوي الاحتياجات على تلقي العلوم والمعارف وسط أقرانهم دون تمييز فضل جهود وزارة التربية وسعادة الوزير قدم لها شكر تم ترشيحي إلى البعثات والحمد لله حصلت على الرغبة الأولى التي صيدة لها طبعا وزارة التربية تقدم لنا الكثير من احتياجاتنا كاحتياجات الخاصة مثل الدراسة تحييئة داخل المدرسة والحمد أكيد حييئت لنا البعثة يذكر أن وزارة التربية والتعليم تقوم بصورة مستمرة بدمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في البيئة المدرسية حيث وصل عدد مدارس الدمج إلى 77 مدرسة للبنين والبنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر